بكرا ان شاء الله سبعا نكون مع حضراتكو لانه الجمهورية الجديدة جمهورية الجديدة من صعيد مصر يوم الخميس اول امبارح كنت مع سيادة الفريق الوزير كامل الوزير وزير النقل جولة في محافظات الصعيد السيوت المينيا بن سويف رحنا ركبنا الخطار محطة مصر وهقول لحضراتكو التفاصيل بكرا ولكن سريع يعني مرينا على محافظات بنشوف البلد فيها ايه محافظات مصر فيها ايه اللي بتعمل في البلد يعني عايز اقول لحضراتكو وانا من ابناء الصعيد ما كنتش متخيل البلد بتعمل الشغل ده عندنا في الصعيد هتشوفوا بكرا معنا حلقة خاصة لمدة خمس ساعات تقريبا مع سيادة الوزير كامل وزير من اول ما تحرك المحاطة مصر لحد ما رجعنا على طريق القاهرة اسوان الغربي او الطريق اللي هيربط مصر بقرة افريقيا الطريق الغربي اللي هيبدأ من يعني من هنا حتى اسوان ثم الى السودان ثم الى كيب تاون في جنوب افريقيا هنمر على الطريق ده بكرا هنتكلم عليه رحنا بين السويف وشوفنا الورش ورش السكة الحديد والصيانة والعربيات عدينا زي ما انتو حضراتكو شايفين كده ادي ضيروت رحنا ضيروت وانا ضيروت اخر مرة رحتها كان سنة 98 يعني كان اول مرة واخر مرة رحها ايام الارهاب وكده رحت المرة دي لقيت بلد مختلفة فبكرا مع بعض مع السيادة الوزير كامل لانه رحنا محور ضيروت اللي موجود على نهر النيل العظيم نهر النيل الخالد هتسمعوا وتشوفوا حاجات بكرا من قلب الصعيد الدولة المصرية عملت ايه بتعمل ايه تاني بتعمل ايه كان معنا كمان سيادة الوقع عصام سعد محافظة السيوت وقال لي حاجات واحنا مع بعض انه السيادة الوزير طبعا كامل الوزير قال لي انا عمري ما كنت متخيل اللي بيحصل عندنا ان يبقى عندي الفلوس الكتير للدولة بتدهني مليارات عشان اقدر اوصل لكل منطقة في محافظة السيوت انا بتكلم على حاجات سريعة قبل بكرا ما اقول لحضراتكم التفاصيل ولكن غدا حلقة خاصة من قلب الصعيد الجمهورية الجديدة صعيد مصر في ظل الجمهورية الجديدة ما الذي تقدمه الدولة لأهلينا في الصعيد وعايز اقول لحضراتكم كمان هتسمعوا بكرا سيادة الوزير كامل يتحدث في امور لم يتحدث فيها من قبل من اول السكة الحديد الى ما يجري في السكة الحديد الى حوادث القطرات الى اللي بيحصل الى الخلايا الصحية والنيمة كل ده بكرا ان شاء الله مع سيادة الوزير كامل الوزير في حلقة الغد وهي حلقة خاصة هبدأ مع حضراتكم هكون على الهوى مع حضراتكم في الاول ثم بعد ذلك هنتابع الحوار من اماكن مختلفة مع الناس ومع القائد القطرات مع مسؤولين المفاتشين السكة الحديد مع غرف التحكم الجديدة لاول مرة اول كاميرا تدخل غرف التحكم الحديثة المنظومة الإلكترونية كانت قارتنا الحمد لله كان هذا البرنامج الحمد لله هتشوفوا بكرا غرف التحكم واحدة من غرف التحكم طبعا اللي الدولة النهاردة بتصرف مليارات عشان تحديث هذه المنظومة هتشوفوا بكرا الناس اللي قاعدين في غرف التحكم بيشوفوا القطر ازاي بيتابع زي اللي بيتم انت عايز تعمل كل ده على مستوى الجمهورية عشان ان شاء الله نقلل او نمنع على الاقل الحوالي سنتبقاش كتير زي ما احنا بنتابع في هذه المرحلة ولكن بكرا لما هتسمعوا سيدة الوزير كامل ووزير بكرا هتعرفوا ايه اللي بيحصل بالزبط في السكة الحديد في السكة الحديد اشتركوا في القناة